بسم الله الرحمن الرحيم مع كنز عظيم من كدوس السنة لعنهم أكثر الناس الفضل العظيم للملح في بداية الطعام وفي نهاية الطعام وأيضا الفضل العظيم للتمر روى الإمام جلال الدين السيوتي في الجامع والإمام حسام الدين المتقل الهندي في كنز العمال وغيرهم من حديث علي بن نبي طالب من ابتدأ غذاءه بالملح أذهب الله عنه أو أذهب عنه سبعين نوعا من البلاء أذهب عنه سبعين نوعا من البلاء من ابتدأ غذاءه يعني تبتدي أكلك بالملح يعني تعمل إيه قبل ما تأكل حط شوية ملح على طرف الإصبع مثلا وحطه وحسه بس لا تكترش لأن الملح برضو زي ما له فوالة طبية كبيرة لو ازيادة منه له ضرر لأنه بيرفع الضغط لكن هو بيحفظ حتى معروف السمك عشان ما يفسدش البحر ما يفسدش ليه عشان فيه ملح وبيحفظ الحاجات الجوه هو السمك فالملح له فوالة عظيمة في حفظ من الداء فتبتدي تحط شوية كده وتتزوقه وبعدين ترش الملح على الطعام بكمية معقولة وتختم كمان فيه رواية تانية من ابتدأ غذائه بالملح وختم غذائه بالملح أذب الله عنه سبعين نوعا من البلاء دي رواية فيه رواية تانية من أكله كل يوم فيه رواية تانية من ابتدأ غذائه بالملح أذب الله عنه سبعين نوعا من البلاء ومن أكله كل يوم سبعة مرات عجوة قتلت كل داء في بطنه كل هذا هناك أشخاص عندها كنسر عندهم المرض الخبيث في المعدة في الكبد نعمل بالحديث هذا ونحن موقنون بدون شك لا يوجد منع بالأخذ بالأسباب الدنيوية والأطبية من أخذ كماوي لكن تأكل كل يوم سبع تمرات واستحسن على الريء كما جاء في الحديث السيدة تذهب بالدوار وتذهب بداء القلب والطمر برضو فيه علاج الكثير جدا من الأمراض يبقى يبتدي غزاءنا بالملح حطه كده على البقاء وتستطعامه وبعدين في الآخر بعد ما تخلص تزوق الملح عمل بالحديث و سبع تمرات كل يوم قتلت كل هذا في المعدة ومش بس في المعدة الطمر برضو فايد عظيمة لكسيم الأمراض وفيه رواية تانية سيدنا عملي عملي يطالب موقوفا ما ابتدى غزاءه بالملح أذب الله عنه سبعين نوعا من الداء هنا مقالش بقى البلاء كان الرسول يقول لك تصرف عنك المصائب ليس فقط لان البلاء غير الداء يعني البلاء ممكن تحتمل الطعام ولكن هنا يقول الداء لك عن البلاء وفي رواية قال البلاية يبقى يحتمل المصائب هذا الملح مهم جدا سمعين نوعا من الداء منها الجزام والبرس يبقى هنا قالت الجزام والبرس حتى بالنسبة للطمر رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث سيدنا علي بابطالب موقوفا دخل عليا رسول صلى الله عليه وسلم وانا رمض وكان بيده تمرات فنظر عليا وقال اتشتهيه يا علي فقال فرمى لي بطمرة غاية ما رماله سبع تمرات قال له حسبك يا علي كفاية كده سبع تمرات كان سيدنا علي بابطالب عنده رمض في العينين طب ايه علاقة التمر بالرمض في العينين يبقى يزن بلح له فوائد عظيمة كمان لداء العين داء العين فنخلي ما لنا من الحاجتين دول الملح والتمر سبع تمرات كل يوم وابتدي جزائك بالملح استطعامه كده خد شوية كده على بوقك وحطه على الطعام ولما تخلص برضو شوية ملح حطه كده بنيت الشفاء من كل ده الوقاية خارج من العلاج وبنيت البركة لانه في رواية من البلاية وما اكثر المصائب يبقى له انسان بيعمله الحماية من المصائب كما بالضبط أسكر الصباح والمساء بسم الله الله اعودوا بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرة فهنا هنهتم بالحاكتين دول لنفس السبب فهنا اكتبكم الحديث العظيمة دي في الوصف انسخوا هذا الكلام وانشورنا شو هذا العمي فيه ثواب عظيم اقول خولي هذا شكرا لكم